السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابع الكرام الفيديو اللي معنا النهاردة هنتكلم عن غضب امي سامير غانم وهنقول ايه سبب غضبها بسبب الاشعاعات المتدولة عنها على السوشيال ميديا وكمان بتكشف حقيقة حملها وحقيقة حمل دنيا سامير غانم كمان وهنكشف حاجات كتيرة معنا في الفيديو صرحت بيها امي سامير غانم بس الاول قبل ما نبدأ نرجو دعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل الجرس على الكل ليسلكوا كل جديد وحصري من القناة الفنانة امي سامير غانم استاقت جدا من كتر الاشعاعات المتدولة على السوشيال ميديا وكمان الحسابات المزيفة اللي بتحمل اسم امي سامير غانم عبر السوشيال ميديا واكدت ان هي قررت هتتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد الصفحات دي وهتنهي عليها خالص وكمان هتقفلها للابد وهلازم تعرف من ورها قالت ان الصفحات دي كترت جدا وبقت حاجة مملة وكمان اعلنت ان هتاخد اجراء قانوني وهتعاقب كل واحد عمل صفحة باسم امي سامير غانم اكدت ان هي تفاجئت ان في ترويج اشعاعات واخذيب كتير جدا على الصفحات دي باسمها وقالت كمان ان انتشرت بطريقة غريبة جدا والجمهور بيصدق كل حاجة بتتنشر على الصفحات دي لانها بتحمل اسم امي سامير غانم وكمان الجمهور بيتعامل مع الصفحات دي وقال مصدر مقرب من امي سامير غانم قال ان هي هتعاقب كل حد وراء الموضوع ده وكمان قال ان فيه اشخاص بيستغلوا اسمها واسم المشاهير ويف النانين قالوا ان هم بيعملوا صفحات مزيفة واستغلالهم في النصب والاحتيال كمان واكدت كمان ان عبر الصفحات دي بتتنشر على حاجات شخصية لها وقالت ان هم اعلنوا ان هي ارتدت الحجاب وكمان اعتزلت التمثيل واكدوا الكلام ده وفيه ناس كتير جدا صدقوا ان هي لبسة الحجاب وكمان هتعتزل التمثيل خالص وقالت ان ما فيش اي حاجة من دي حصلت وهي لو هتعتزل التمثيل هتقول وكمان نشر الصورة لها داخل مهرجان وكان اول مهرجان يكرم الفنان سامير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز وتظهر في امي سامير غانم وطبعا المهرجان ده بعدها اعلنوا ان هي حامل ودنيا كمان سامير غانم حامل وتلعت اشعاعات كتير جدا بس قالت ان طبعا كل الحات دي هتتقفل الصفحات الموثقة بتاعتها هي بس اللي بتدرها وهي اللي بترد على المتابعين محدش تاني بيرد عليهم فهي طبعا اي خبر هيتم نشره هيتم عن طريق الصفحات انوثقة والرسمية بحساب امي سامير غانم ونفت كل حاجة نشرت على الصفحات المزيفة دي وقالت ان هي لازم تاخد اجراء قانوني قريب جدا وتقفل الصفحات دي وكان اعلن قبل كده حسدد عن بعض صفحات وقال ان هو هياخد اجراء قانوني عاجل ضدهم ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جدد ده